اكد معالي الشيخ سلماء بن عبدالله بن حمد الخليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري يهمية تعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في تحقيق الاهداف التنموية وذلك في ظل الدورة المحورية الذي يلعبه القطاع الخاص كشريك حيوي وفاعل في خلق الفرص النوعية للمواطنين ورفض مسارات التنمية تنفيذا لرؤى وتطلعات ملك البلاد المعظم وخطط وبرامج الحكومة برئاسة سمول العهد رئيسي مجلس الوزراء جا ذلك خلال لقاء الختامي لورش العمل التي اقامها جهاز المساحة والتسجيل العقاري بمشاركة عدد من الجهات المعنية بهدف تعزيز خدمات المسح المقدمة من القطاع الخاص بمختلف أنواعها وتطويرها بما يلبي احتياجات المستفيدين هدفنا تحريك الاقتصاد الوطني واعتقد الغطاع الخاص لشأن كبير في تحريك الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري لأن المساحة التي لدينا طبعا مرت على مر السنين تطورت وصارت ما شاء الله في مستوى لا نقول أن هذا هو النهاية ولكن هذا مستوى جيد في هذا الوقت وبعد ازدياد الطلب على المسح وعلى الاستثمار وعلى العمل الذي ينجز على الأرض خارج الإدارة فيحتاج إلى الغطاع الخاص من يكون عوين ويكون مساعد لإدارة المساحة والمساحة طبعا أنهما اللي بي راح يوضحون لهم ويمدونهم بكل معلومات اللي تخليهم هما يطورون هذا العمل وفي هذا المقام لا بد أن أنا أشيد بتوجهات الملكية السامية لصاحب جلال الملك المعنظم في دفع التطور في مملكة البحرين في جميع المرافق ونحن بعمل من المرافق التي تؤدي إلى تطور الاقتصاد في المملكة وطبعا هذه بمساندة وتوجيه أيضا من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي لا يألو جهدا في سبيل دفع عملية التطور في مملكة البحرين ونحن طبعا كلنا تيم واحد مع سموه لإنجاز هذه المهمة بإذن الله تعالى